على امتداد العلاقات بين مصر والعراق كانت السنوات الماضية فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي توالت الزيارات المتبادلة سواء على مستوى رؤساء حكومتي البلدين أو الوزراء لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية علاقات متميزة وروابط تاريخية تجمع مصر والعراق انعكست على تطورها في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية على امتداد تاريخ البلدين كانت السنوات الماضية فارقة في تاريخ العلاقات شواهد عدة دللت على ذلك الزيارات المستمرة بين كبار المسؤولين دفعت التعاون الثنائي إلى اتخاذ بعد جديد أساسه الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ترجمت عشرات الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمت بين القاهرة وبغداد في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية والمهمة توالت الزيارات المتبادلة سواء على مستوى رؤساء حكومتي البلدين أو الوزراء زيارات عنوانها الأبرز تعزيز التعاون واختصار الوقت والمسافات نحو أفاق أرحب من العلاقات لتصبح القاهرة وبغداد نقطة التقاء للسلام والثقافة والتعاون تعاونا من أجل غد أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين وجاءت اتفاقية النفط مقابل الإعمار المواقعة بين مصر والعراق لتضيف المزيد من الأمل لعلاقات الشراكة والتكامل بين القاهرة وبغداد حيث تنص على قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية بالعراق مقابل كميات البترول التي تستوردها مصر مصر كانت سباقة في مساندة العراق في كافة المجالات خاصة في حربه ضد الإرهاب حيث يعد دعم بغداد جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي كما يستند هذا الاستفاف على أن العراق أحد الأطراف المهمة والأساسية في محيط مصر العربي والإسلامي ومن وجهة النظر العراقية فإن مصر دولة محورية ولها مكانتها الخاصة جيوستراتيجيا ولهذا فتطوير العلاقات العراقية المصرية هو خيار استراتيجي يصب في صالح العراق ومصالحه العليا ومن أبرز ملامحه التحالف الثلاثي المصري العراقي الأردني وما نشهده من تطوير كذلك للعلاقات الثنائية بين البلدين الذين يمتلكان مقاومات هائلة لتطوير التعاون والتكامل والتبادل في شتى الميادين ترجمة نانسي قنقر